السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله هنعمل كبدة جريل بطعم تاني للكبدة. والصوص اللي احنا بنحطه ده يعني هيخلي الكبدة في حتة تانية خالص. طعم تاني للكبدة. وكمان آآ انت وانت بتعمليها هتشم ريحتها. هتحس فعلا ان هي متغيرة عن اي طريقة احنا بنعملها. يلا بينا عشان نبدأ الفيديو بتاعنا. ونبدأ ببسم الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية خالص. عندي نص كوبية من عصير الطماطم. وعليه معلقة من التوم المفروم. وكمان شوية بهرات عندنا ملح فلفل كمون كسبرة وآآ نص معلقة بابريكا. دي كل بهرات. طبعا البهرات نص معلقة من كل نوع. نحطهم كده على الطماطم والتوم. ونقلبهم كويس جدا مع بعض. اركان الخليط ده على جنب. ويلا بينا عشان نشتغل بقى في الكبدة بتاعتنا. طبعا شوية زيت زتون كده في الطاصة. وكنت مقطع برضو بصلايا شرايح كده زي ما انتم شايفين. قلبت شرايح البصل في الزيت كده وعليها برضو معلقة من التوم. نقلب كده البصل مع التوم كويس جدا. وبعد كده كنت طبعا محضرة شوية مكونات تانية. يعني كنت محضرها فلفل اغضر وفلفل الوان وطماطم. آآ كل المكونات دي هنحطها بس مش هحط الطماطم طبعا دلوقتي. انا دلوقتي بحط الفلفل الاخضر وكمان الفلفل الاحمر. نحط الاتنين كده ونقلبهم مع البصل والتوم. قلي بهم لحد ما يتشوحوا شوية وحس ان هم دبلوا شوية زي مانتوا شايفين كده. وبعد كده نبدأ ان احنا نحط بقى الكبدة بتاع ابنها. اي مقدار كبدة عندك طلعي وبدأ اشتغل بي. على فكرة ممكن نعمل كمان الكبدة والاوانس او كبدة الفراخ بنفس الطريقة. هنحط مقدار الكبدة طبعا آآ على حسب بقى حجم الكبدة اللي انت عاوزها. انا زلتها على المكونات كلها. هنبدأ ان احنا نسيب الكبدة بقى مع باقي الخضار اللي احنا حطناها معاه. علشان تتشرب منه كده. ونغطيها. بس قبل ما اغطيها تعالوا نجيب الصوس اللي احنا عملناه في الاول. وهنزل كده بنص الكمية على الكبدة. ونسيبها انها هتتشرب كويس جدا بقى من الصوس اللي احنا حطناه ده. على فكرة انا محطتش اي ملح. لان كده كده الصوس اللي انا حطيته على الكبدة فيه الملح بتاعه. فهو لا يحدق لي الكبدة بتاعته. كده خلاص. آآ حطينا الكبدة وسبناها انها تستوي. غطي عليها. واسيبيها حوالي سبع دقايق بس كده. وبعد كده ارفع الغطى من عليها. وهنجيب بقى عصير آآ عصير لمون يعني حوالي لمونتين او لمونة ونص ونبدأ ان احنا ننزل بعصير اللمون كده على وش الكبدة. ممكن نحطه على البارد وممكن كمان نرجعه تاني على النار. بس انا فضلت ان انا احطه دلوقتي على البارد ونقلبه شوية كده. انا عايز ااخد بس كده مع الكبدة. نقلب بقى الكبدة بتاعتنا كده. كده خلاص خلصت معانا. احلى كبدة عملناها بطريقة حلوة جدا. وعايز اقول لكم ريحتها فعلا. غير اي كبدة عملناها قبل كده. وكمان طعمها غير آآ اي طعم كبدة عملنا. دي كانت وصفتنا. اتمنى تكون عجبتكم. تنسوش اللايك والاشتراك. عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم.